السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه حبيبي رب تكونوا بخير بص بقى لما يعرفنيش انا مطبخ ام هوجر ولو اول مرة تشوفيني اعملي الاشتراك في القناة فعليلي الجرس عشان يوصل لكل حاجة انا بعملها حلوة بص بقى احنا النهاردة هنعمل ايه التواجن الحلوة اللي قدامك دي طاجن بطاطس بالفراخ وطاجن ملوخية وشوية رز ابيض وتعالى اقولك هنعملهم ازاي بص انا معايا الفرخة ومقطعها وغسلها ومنضفها ومعايا البطاطس والقطة والفلفل طبعا اهم حاجة البهارات اقطع البطاطس بالشكل ده اللي انت شايفها ده كده شفتيها بالشكل ده انت حابة بقى تخليها سمكها رؤية سمكات خين حسب ما انت عايزة وبص انا قطعتهم واجب الفلفل وقطعوا كده برضو حلقان بالشكل ده والبصلاية برضو نفس الكلام هعملها دوريات كده وافكها كده عن بعضها بالشكل ده كده هجيب برضو القطة وهعملها برضو زي برضو البصل وزي البطاطس برضو حلقان كده بالشكل ده واما حاجة تبقى القطة حمراء وفرشة وجميلة تمام كده هتعملها الحلقان بالطريقة دي وده شكل الحاجة بعد ما قطعتها هنعمل ايه بقى هنجيب الطاجن بتاعنا الحلو الجميل وهنرس في الحاجة اللي احنا قطعناها دي ترس كده اول حاجة في الطاجن ترس البطاطس بالشكل ده وترس القطة برضو دوريات كده والبصل تحطي برضو كده من عليه والفلفل برضو نفسي الكلام وهتنزل برضو بفصل من التوم تمام كده اجيب الفراغ بتاعتي وهرسه من فوق بس انا بعد ما عملت كده انا رجعت الفراغ في الطاجن لواحد لان حاسيت ان الطاجن صغير ومش هياخد وهنزل البطاطس بداعتي وهنعمل بقى ايه جنبها شوية ملوخية خضرة كده حلوة اهم حاجة لو عجبك اكلي ووصفتي اوه تنسيني بالاشتراك واللايك في القناة وشير كده وكومنت حلو والملوخية نزلت عليها بالشربة كده ومعي بقى فصين من التوم هلبهم تقلبتين وانزل عليهم بالكزبرة الناشفة اختياري لو مش عايزة بلاش بس الكزبرة بتخلي لحة الملوخية جميلة ولو ببص التوم حمرة معي هنزل بقى عليهم الملوخية وتقلب تقلبة وضغطيها عشان ريحة التومة والكزبرة تبقى ايه فيها وده شكل التواجن بتحتي بعد ما خلصت ايه رأيك لو عجبك اكلي اعملي الاشتراك والشير كده وكومنتي حلو منك ليا شجعيني وقوي قناتي ويا رب يا رب اكلي عجبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة